السلام عليكم أصدقائك في حلقة متابعة لقناة فيوتر كوين قضية جديدة على منصة لهذه العملات المشفرة وهالمرة صاحب القضية هي ليتسيا جيمس هي مدهي العام في ولاية دي يورك الأمريكية رفعت قضية ضد منصة كوين اكسشنج أو بما يعرف بكوين بي اكس بهالفيديو رح نعرف شو هي هالقضية و شو سببها هالقضية و شو تأثير على سوق العملات المشفرة أبل ببنج الفيديو بنتم تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات المشفرة لا تنسى الضبقات على التليجرام والرابط رح تلاقيه موجود أسفل فيديو والرابط رح تلاقيه موجود كمان في بنار القناة خليكم معنا أصدقائي لبعد الان اليوم أصدقائي طرع التغريدة على تويتر الحساب الرسمي للمدعي العام في ولاية نيويورك ليتس يا جيمس و قد بهي التغريد أنه أنا رفحت دعوة قضائية ضد منصة العملات المشفرة coinexchange.com العمل بشكل غير قانوني في نيويورك بدون التسجيل في الولاية يجب أن تلعب منصات التشفير نفس مجموعة القواعد مثل أي شخص آخر يعني منصة coinexchange لم تسجل داخل ولاية نيويورك على أنها منصة للداول العملات المشفرة و فوق هيك تم إدراج عملات تم تصديفهم من قبل هيئة الأوراق المالية على أمدهم عملات سيكوردي مثل هذه العملات أصدقائي عملة تيرا لونة عملة تيرا لونة تم إدراجها على أساس ورقة مالية في هيئة الأوراق المالية و عندي عملة و عندي عملة الأمبر هذه العملات تم إدراجها كأوراق مالية وبعدها تم إدراجها على ملصة يعني عن داخل منصة تدعم السلع والأوراق المالية لأول عملات المصنفة على أنها سلع وأوراق مالية هذه الضغطة الأولى الضغطة التالية أصدقائي أن المنصات لم تسجل داخل ولاية نيويورك ولم تنخرط في تنظيم الأوراق المالية أو هيئة الأوراق المالية الأمريكية وطبعا قالت نيتسي جيمس عند تتجاهل منصات العملات المشفرة قوانينها فأنها تعرض سكان نيويورك في العمل بشكل خطر نحن نسعى للإيقاف منصة CoinExchange ونواصل للحماية الناس من مخاطر صناعة عملات المشفرة هاي الكلمة أصدقائي بتأثر على سوق الكريبتو بالسلبي يعني في تجديد رح يصير على سوق الكريبتو رح يتم زيادة في صرابة القوانين على البيتكوين وسوق العمنات المشفرة وكمان على منصات الأشخاص عم يتداولوا حاليا على منصة CoinExchange شو تعمل؟ تقدر تسحب رأس مالك بالوقت الحالي تقدر تسحب رأس مالك وتنتقل لمنصات تانية فيت منصات مثل بايدنس وفيت في منصات مثل GITIO وكيكس هاي المنصات كنت تعمل رافع المالية وتتنعمل ستادي وتقدر تتدول على منصة Accents هاي المنصة تقدر تتشتغل فيها من رافع المالية بالطريقة الإسلامية من دور رسوم تبيت أحترق لك رابط للنصة أسفل الفيديو ورابط للفيديو اللي أنا شرحت فيه عن منصة Accents أصدقائي بوصلنا على هاي الفيديو كنت أعجبا لك نتشترك لقناة فاعزة جرس وضع اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المنطقة رقبية مع السلامة وضمطم بخير